العصب البصري يشبه لحد كبير السلك الموصل بين مصدر الكهرباء وجهاز الكمبيوتر فلكي تظهر الصورة واضحة على الكمبيوتر يجب أن يكون الموصل الكهربائي سليما تعمل العين بنفس الطريقة فعندما يسقط الضوء على الشبكية تقوم بتحويله إلى ملايين من الإشارات الكهربائية التي تنتقل إلى العصب البصري الذي يقوم بنقلها إلى المركز المسؤول عن الرؤية في المخ ومن ثم تترجم إلى صورة واضحة في المخ وعند إصابة العصب البصري نتيجة الجلوكوما أي المياه الزرقاء تقل الرؤية وكلما زادت إصابة العصب البصري كلما قلت الرؤية إلى أن تصاب العين بالعمى المياه الزرقاء أو سارق البصر من الأمراض التي تظهر بدون أسباب أو أعراض معروفة ولكنها تتميز بزيادة شديدة في ضغط العين ويمكن أيضا أن يصاب الإنسان بالمياه الزرقاء بدون ارتفاع في ضغط العين بل إنه في بعض الحالات يكون ضغط العين منخفضا تنقسم العين إلى حجرتين الحجرة الأمامية والحجرة الخلفية ففي العين السليمة يمر المحلول المائي الذي يفرز من الأجسام الهدبية من الحجرة الخلفية إلى الحجرة الأمامية من خلال حدقة العين ودور المحلول المائي هو تغذية وتنظيف العين من الداخل وبالتالي يتصرف المحلول المائي من خلال فتحات من الحجرة الأمامية في العين المصابة بالغلوكوما يخرج المحلول المائي من الجسم الهدبي في الحجرة الخلفية إلى الحجرة الأمامية ولكنه لا يستطيع المرور من خلال الفتحات المخصصة له في الحجرة الأمامية فتزداد كميته وبالتالي يزداد الضغط داخل الحجرة الأمامية وبالزيادة الضغط يتم الضغط على العصب البصري ويؤثر على شكله بحيث أنه يصبح أكثر تجويفا وبالتالي يؤثر على الإشارات المرسلة إلى المخ وبالزيادة الضغط تقل الإشارات ويضمن العصب البصري إلى أن تصاب العين بالعمى